عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وشهدت الجلسة إحالة عدد مشروعات القوانين والقرارات إلى اللجانة المختصة لإبداء الرأي بشأنها في بداية دور الانعقاد العدي الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذا الدور يتجدد فيه الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون دفعة جديدة نحو استكمال أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة وبذل أقصى جهد ضمن الصلاحيات الدستورية والتشريعية منها والرقابية أرحب بكم جميعا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني نجدد فيه الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية والتشريعية منها والرقابية